الكلام اللي قاله إبراهيم مونير أنا مركز فيه جداً وتعليقه إنه هم بيتحركوا في هذا التوقيت تحرك ممنهج داخلين وخارجياً خلاني أركز مع زميلي في الإعداد قلنا فتخلينا نشوف كيف تحرك الإخوان خلال السلسة أربعة أيام الماضية في هذا الإطار عاملين إيه؟ الإخوان ناشطين جداً في موسم أو في فترة ما قبل الانتقامات الرئاسية لمحاولة تهييج الرأي العام العالمي محاولة تهييج المنظمات والدول الخارجية لمحاولة النيل من الانتخابات ومن شرعية الانتخابات المصرية قالوا هنعمل الانتخابات موازية وقالوا هنعمل الرئيس موازي وقالوا هنعمل البرلمان موازي ونعمل مجلس ثوري كل هذه المحاولات الفاشلة من الإخوان بتستكمل خلال هذه الفترة من خلال حملة مصعورة مدفوعة الأجر للهجوم والتهجم المنظم على مصر في كبريات الصحف العالمية في وقت واحد تعالوا شوف صحيفة الاكنوميست الانجل البريطانية بتتطاول تطاول غير مقبول ودعوتي في هذه الفقرة للدكتور دياء رشوان والهيئة العامة للاستعلامات وكل من يهمه الأمر أنه الفقرة دياء بتفضح وبتوضح كيف هاجمت وتطاولت الصحف الكبيرة المفروض أنها كبيرة لكنها صغيرة في المبينة